المقابلة الأولى شهدت لقاء رئيس وزراء الفترة الانتقالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية صاليك ابزابو بالممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور سنين أونتون هيث بحث الجانبان علاقات التعاون القائم بين الشاد والصندوق في المسارات المتعددة لسيما تمكين المرأة ودعم استقلاليتها والسعي لحمايتها من جميع أشكال العنف الممارس ضدها وقد أشاد معالي رئيس الوزراء ساليك ابزابو خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي تبزل لتمكين المرأة وتنمية قدرتها في المجالات كافة مثمنا معاليه التوجهات النيرة لصندوق الأم المتحدة للسكان فيما يتعلق بدعم المرأة والمحافظة على مكاسبها بما يحقق شمولية التنمية المستدامة وعقب خروجه من المقابلة التي حضرتها وزيرة النو والتضامن الاجتماعي أمينة بريسيلونغو والنايب الأول لرئيس المجلس العالى لشؤون الإسلامية فضلة الشيخ أبد الدائم أبد الله عثمان بجانب معاوين معالي رئيس الوزراء صرح الممثل المقيم لصندوق الأم المتحدة لسكان الدكتور سينين أنتو معبرا عن عميق شكره لمعالي رئيس الوزراء على تشريفه له بهذا الاستقبال وقال جئنا لنطلع معاليه على التحضيرات القائمة لأقدم التقى وطني لمناحدة العنف ضد المرأة بإنجمينا في الفترة من الثاني إلى الرابي من يوليو تموز المقبل حيث سيشارك فيه القادة الدينين والتقليدين الذين سيتم دعوتهم من مختلف ولايات البلاد ولهذا أتينا إلى رئيس الوزراء لتبادل الرؤى حيال الملتقى المرتقب وعخذ توجيهاته السديدة من أجل إنجاه الملتقى والخروج بتوصيات قوية تسهم في القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في ضوء المفاهيم الدينية والعروفية والقانونية وللمعلومية فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان تأسس عام 1969 وبدأ لأول مرة نشاته في جاد عام 1986 أما في المقابلة الثانية والتي حضرها وزير الدولة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي محمد اللهو طاهر فقد التقى معالي رئيس الوزراء صالح كبزابو المدير العام الجديد لشركة إرتيل للاتصالات الشادي دينا محمد آمدو حيث تلقى الأخير خلال اللقاء توجيهات من معاليه بشأن ما يجب القيام به من جانب شركته لتحسين خدماتها وتلبية طموحات عملائها من المواطنين والمقيمين نعم بالمقابلة المدير للحقال بالمقابلة الثانية والمقابلة الثانية والمقابلة الثانية والتياجة أتكلم على جانب الشركة هذا وننوه إلى أن المدير العام الجديد لشركة إرتال كان قد غين في هذا المنصب في بداية أبريل المنصر